موسيقى السابع من الميادين وتتابعون فيها موسيقى عبداللهيان في دمشق بعد زيارة لأنقرة ويؤكد أن أحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارته موسيقى انتهاء اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت وأبو الغيط يتحدث عن رغبة خليجية لرأب الصدع مع لبنان حرية معناها الاختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ويترك حرية التصويت لأعضاء النقابات موسيقى الجيش الروسي يؤمن مدينة زولوتارافيكا ويقترب من السيطرة الكاملة على لوغانسك موسيقى أجرى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مباحثات في دمشق أمير عبداللهيان لدى وصوله العاصمة السورية قال إن زيارة الأسد إلى طهران مثلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وكان قد أكد أن جزءا من زيارته يأتي في إطار تعزيز الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي بين السوريا والتركيا باعتبارهما دولتين تجمعهما مع إيران علاقات مهمة من جهته أكد وزير الخارجية السوري وقوف بلاده إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي هو سياق التحدي المتواصل طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تهبط في مطار دمشق بعد إزالة آثار العدوان الإسرائيلي لكن هو الزيارة يبدو في جوهره شماليا عبداللهيان استبقى وصوله إلى دمشق بالإفصاح عن قلق طهران من التطورات الميدانية في ريف حلب الشمالي وشدد على ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين بين سوريا والتركيا بما يحول دون وقوع أزمة جديدة الوزير الإيراني كرر ذلك أيضا في دمشق نحن نعارض القيام بأي عملية عسكرية في سوريا ونحاول حل سوء الفهم عن طريق الدبلوماسية والحوار تبدو طهران متحفزة لإحتواء التصعيد شمالا وللتنسيق مع دمشق وأنقرة بغية إعادة التوازن الذي كرسته خطوط التماسي بما يضمن تطمين مختلف الأطراف وقبل الذهاب إلى تسوية تعمل طهران على إنضاجها بنشر الجيش السوري في مناطق تل رفعة ومنبج بما يبعد قصد عنها وينزع فتيل عملية عسكرية تركية فيها هذه الزيارة هامة جدا تأتي بعد تطورات محلية وأكليمية ودولية كثيرة سواء في الجمهورية العربية السورية أو في الجمهورية الإسلامية ولا تنفصل زيارة الإيرانية عن سياق التواصل في المنطقة في الحوارات واللقاءات المكثفة التي تجري على مستوى الإقليم وبين أطراف أساسيين مؤثرين في الأزمة السورية ولهذا تحضر منطقيا سوريا وأزمتها المستمرة مع أنقرة في طيات المشهد الإقليمي المتغير والأكثر منطقية هو أن تلعب إيران هذا الدور التسووي على شكل وساطة تبرد الأجواء وإن لم تستطع سحب فتائل الأزمات استمرار الأزمات في المنطقة قد يدفع إلى موجات لجوء جديدة لن تتحملها أوروبا المأزومة بالتبعات الاقتصادية للمواجهة الدولية في أوكرانيا ما قد يعجل بحل إقليمي لأزمة اللجوء الفائد عن قدرة الجميع ومن دون وقف التوتري والاعتداءات الإسرائيلية لن تتوفر بيئة مناسبة لهذا الحل وهذا أيضا في أجندة عبداللهيان الأقليمية ديماناصف ديماشق الميادين تعرضت نقاط الجيش السوري في قرية مرعناز قرب أعزاز لقصف مدفعي وصاروخي عنيف مصدره القواعد العسكرية التركية في ريف حلب الشمالي وفي سياق متصل دخل رتلان عسكريان تركيان إلى قاعدة تركية في مدينة عزاز في مقام مسلح الجيش الوطني التابع لأنقراب عرض عسكري على خط الاشتباك قرب بلدة تل رفعت تعبيرا عن استعدادهم للمشاركة في العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا في الشأن السوري أيضا أدى اعتداء إسرائيلي جديد إلى جرح مدنيين أحدهما امرأة وزارة الدفاع السورية أعلنت في بيان أن عدوانا جويا إسرائيليا بعدة صواريخ استهدف مزرعة في بلدة الحميدية جنوب طرطوس وأن الاستهدف تم من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلوس شمال لبنان حركة حماس استنكرت الاعتداء الإسرائيلي على سوريا وأكد الناطق باسمها حازم قاسم أن الهجوم هو سلوك إجرامي امتدادا للعدوان الذي لا يتوقف على الشعب والأمة قاسم رأى أن تصاعد العدوان يتزامن مع سعي بعض الأطراف في المنطقة لتكوين أحلاف عسكرية مع الاحتلال وشدد على أن العدو الصهيوني يشكل خطرا على الشعب والأمة وهو ما يجب أن يواجه من كل القوى الحية في الأمة بشكل موحد لوضع حد لجرائمه المتصاعدة للمزيد من التفاصيل المشاهدين عن آخر التطورات في الشمال السوري معنا من مدينة حلب مراسل الميادين رضا الباشا أهلا بك رضا إذن تعزيزات تركية باتجاه عزاز أيضا هناك عرض عسكري لمسلحي الجيش الوطني التابع لأنقرة هل يمكن القول بأن كل هذه التطورات تشي ربما بإمكانية أن تقدم تركيا على العملية العسكرية التي أعلنت مؤخرا بأنها بصدد قيام بها مع الإشارة إلى أن في هذه الأثناء أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يقوم بزيارة إلى دمشق ويتحدث عن ربما وساطة ما بين سوريا وتركيا نعم عبد الرحمن فعلا أولا القصف التركي أو المدفعية التركية من القاعدة العسكرية جنوب مدينة عزاز على نقاط الجيش السوري التي كنا قد دخلناها قبل عشرة أيام من الآن القصف على هذه النقاط لربما يوحي بشيء مختلف عن كل القصف الذي كان قد سبقه خاصة هو أنه يستهدف نقاط عززها الجيش السوري في فترة سابقة أضف إلى ذلك أن هذا القصف استخدم الصواريخ واستخدم المدفعية الثقيلة علما بأن النقاط التي قصفت أو المناطق التي قصفت هي قريبة من القاعدة العسكرية التركية وهذا يعني لربما بأن تركيا بدأت ترسل الإشارات بأنها فعلا تتجه باتجاه العملية العسكرية على الرغم من الرفض المتكرر سواء من قبل الحليف الروسي للجيش السوري أو حتى الجانب الإيراني والحليف الإيراني للجيش السوري التعزيزات التي دخلت هي بعد فترة من الهدوء تقريبا استمرت لأكثر من 15 يوم تقريبا هذه الجمهة كانت هادئة تماما غاب عنها القصف التركي خلال الفترة الماضية إضاف إلى ذلك غابت عنها التحركات العسكرية بشكل شبه كامل ولكن بعد التصريح الذي نقل البارح عن الرئيس التركي بأن العملية العسكرية ما يزال التعضير لها قائما وبأن العملية العسكرية ستكون مباغتة وقد تكون في أي لحظة هذا يعني لربما بأن تركيا بدأت بإرسال إشارات بأنها جدية أكثر في هذه العملية العسكرية خاصة وأن أحد المصادر المطلعة على الواقع الميداني في المنطقة أكد بأن الجيش التركي من داخل الأراضي التركية تقريبا يمكن الحديث بأنه استكمل استعداداته العسكرية من أجل بعملية عسكرية في حال تلقى الأوامر من قبل القيادة التركية في الشمال طبعا لبدأ العملية عسكرية في الشمال السوري الاستعراض العسكري الذي جرى هذا اليوم عبد الرحمن هو أيضا مختلف عما كان قد سبقه لدى الجماعات المسلحة خاصة وأن ما أطلق على هذا الاستعراض العسكري بأنه استعراض عسكري لغرفة العمليات العسكرية في بلدة تل رفعة وهو الاسم الجديد الذي تطلقه الجماعات المسلحة على تشكيل عسكري لربما يراد منه أن يكون هو رأس الحرب للعملية العسكرية كل هذه التطورات وهذه الرسائل تشي بمكان بأن العملية العسكرية التركية متزال فعلا محط تهديد للشمال السوري على رغم من الرفض الدولي كما أشرت وتشي بأن العملية العسكرية لربما باتت أقرب مما كان عليه وإن كانت الأجواء إلى هذه اللحظة لا تتحدث عن استعدادات كاملة للعملية العسكرية في داخل الأراضي السورية وإنما فقط المصدر المتابع أكد بأن الاستعداد هو داخل الأراضي التركية ولم يصل بعد إلى داخل الحدود السورية شكرا جزيلا لك مراسل ميدين رضا الباشا حدثنا وبشرة من مدينة حلب الاجتماع التشاوري والثالث لوزراء الخارجيات العرب في بيروت بحث طروحات وأفكار وملفات عديدة على الطاولة من عودة سوريا إلى جميع الدول العربية مرورا بالقضية الفلسطينية وصولا إلى التحضير لقمة الجزائر حسان الرفاعي من دون جدول أعمال وبلا ملفات محددة عقد وزراء الخارجية العرب لقاءهم التشاوري في لبنان وإن كانت الملفات العربية الداهمة كثيرة تبقى ملفات غياب سوريا عن جامعة الدول العربية وعملية التطبيع والقضية الفلسطينية هي الأبرز الموضوع السوري نوقش القضية الفلسطينية أين القضية الفلسطينية في هذا الخضم من التحركات الإسرائيلية والتحركات الأمريكية والتحولات التي تحدث هل هناك مقاربة جديدة هل نستطيع كدول عربية أن نقترب من القضية الفلسطينية بأسلوب جديد سوريا طبعا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية ونحن نأمل لأن نتمكن من تحقيق توافق في موضوع سوريا كجزائر فلسطين دائما في قلبنا ونحن ملتزمون بفلسطين وإذا كان الغياب السوري مفروضا على الدولة التي كانت من مؤسسي الجامعة العربية فأن غياب وزيري خارجية السعودية والإمارات كان لافتا عن اجتماع بيروت في بعض الوزراء كانوا عندهم ارتباطات أخرى لكن كلهم مثلوا كلهم موجودين هنا نحن ما في قطع مع حدا يظل لبنان دولة عربية ودول المجلس تعاون أيضا دولة عربية والعلاقات بينهم إن شاء الله إلى الأفضل لم تقتصر زيارة وزراء الخارجية العرب على اللقاء التشاوري في بيروت بل شملت استطلاع الواقع اللبناني مع كبار المسؤولين وبحث أبرز الملفات الداهمة ولسيام السوري والفلسطيني القضية الفلسطينية هي طبعا في مقدمة الاهتمامات وأيضا وعنات بعض الدول العربية وشعوبها من الحروب بأوجه مختلفة هو اللقاء التشاوري الثالث ولكن العبرة تكمن في خواتيم القمة العربية في الجزائر لم تغب القضية الفلسطينية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية عن اجتماع التشاور لكن النتائج الملموسة ليست في لقاءات التشاور هذه بل في القرارات التي قد تخرج بها قمة الجزائر إذا ما صارت الدول العربية على نهج موقف الدولة المضيفة حسان الرفاعي بيروت الميادين في الشان اللبناني أيضا وبعد قفزة كبيرة في الحاجات الإنسانية من جراء تدهور الأوضاع المعيشية بشكل مأساوي دعت الأمم المتحدة إلى تأمين 150 مليون دولار كمساهمات إضافية لمساعدة اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان أظهر آخر تقدير أجريناه أن مليونين وثلاثمائة ألف نسمة في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حتى نهاية السنة بزيادة 46% عن العام الماضي ونحو مليونين نسمة في حاجة إلى طبابة وأن هناك خطرا أن يفقد أربعة ملايين نسمة الماء الصالحة للشرب نتيجة النقص في الطاقة الكهربائية وهناك 135 ألف تلميذ مهددون بخسارة تعليمهم بسبب ضيق الحال والاضطرار إلى العمل كنا قد أطلقنا نداء في أب أغسطس الماضي لجمع 200 مليون دولار وأننا بحاجة إلى 150 مليون دولار إضافية لمساعدة مليون نسمة من اللبنانيين والفلسطينيين المحتاجين اتصالات مستمرة تجريها قوى الإطار التنسيقي مع بقية القوى السياسية العراقية كالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف العزم مع الانفتاح على تحالف تقدم بالإضافة لحليف الإطار الاتحاد الوطني الكردستاني لكن الإعلان عن الخطوة العملية التالية تنتظر توافق البيت الكردي على مرشح لرئاسة الجمهورية عبدالله بدران خلال شهر يحسم ملف تسمية الرئاسات هذا ما أكده رئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض لكن الوصول إلى هذه النتيجة يعني حسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء والتشكيلة الوزارية هذا يعني أن الإطار التنسيقي الذي شكل لجانه للتواصل مع حزب تقدم مع استمرار حضور تحالف العزم لاجتماعاته نجح في تجاوز أزمة الحوار مع بقية القوى السياسية الآن الكتلة الكبيرة هي كتلة الإطار التنسيقي وأعتقد أن الجانب العددي للإطار التنسيقي هو حلفه وصل إلى حد ثلاثين وبالتالي أنا أعتقد أنه بعد فصل التشريعي أو عطلة الفصل التشريعي سوف نشهد تشكيل حكومة عراقية بهذه السرعة الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في استكمال لمباحثاتهما في حسم ملف المرشح لرئاسة الجمهورية الترجحات تفيد بأنه في حال عدم توافق البيت الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية أن خيار الإطار كما تشير فصائل فيه هو الذهاب إلى دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لهذا المنصب المرحلة الحالية هي من أصعب المراحل السياسية ما بعد 2003 تحول من مرحلة انسداد إلى مرحلة أخرى من الانسداد وبالتالي هذا التكتيك الذي تمكن منه القوة السياسية لما يكون إيجابياً للا درجة أنه نتفائل بالحلول على هامش الحراك السياسي يستمر المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف باسم صالح محمد العراقي في تقديم سلسلة مواقف سياسية تتعلق بأسباب انسحاب الصدر من العملية السياسية واستقالة نوابه فيما يرشح من تواصل قوى الإطار التنسيقي والقوى الكردية أن مطالبها والقوى السونية قد تغيرت بتغير الخريطة السياسية عقب انسحاب التيار الصدري يفيد المفاوضون بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع عدة شروط للاشتراك في الحكومة المقبلة يتعلق معظمها بحل الخلافات بشأن الموارد النفطية ما يفرض على الإطار التنسيقي الذي حدد شكل الحكومة بالخدمي أي ناور مفاوضوه بما يمكنهم من تحقيق اتفاق شيعي سني كردي بسلة واحدة عبدالله بدران بغداد الميادين وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبدالله بدران مباشرة مشاهدي نسألك عبدالله عن آخر تطورات هذا الحراك السياسي فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة وأيضا لاتفاق على رئاسة الجمهورية بالتزام مع ما ذكرته أيضا في التقرير فيما قدمه صالح محمد العراقي وتحديدا في ثالثا عندما يقول أن البعض يتوهم أن انسحاب الصدر هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين بل هو تسليم لإرادة شعب وإن غدا لناظره قريب هل هذا الكلام أيضا يعني بإمكانية نزول الطيار الصدري إلى الشارع؟ هذا وارد منذ أن أعلن زعيم الطيار الصدري الانسحاب من العمل السياسي وقبل ذلك الاجتماع بأعضاء الكتلة الصدرية وطلب منهم تجهيز استقالاتهم تمهيدا لتقديمها متى ما يتم إقرار ذلك هذا كان وارد وفي كل يوم منصات ووسائل تواصل اجتماعية تعتبر منصات داعمة إعلاميا للتيار الصدري تروج لحركة ستكون في الشارع حتى هذا اليوم فهذه مستمرة هناك حسابات تؤكد أن هناك نواية للتحرك والرد للتيار الصدري عبر الشارع عبر التظاهرات أو عبر الحراك أو عبر التحالف مع تنسيقيات وبقية المستقلين في التظاهرات لكن هناك سلسلة من العتب كان صالح محمد العراقي أشبه بالعتب وهي عمليات توضيح برسائل وواضح جدا أن صالح محمد العراقي مقرب من الصدر ويقدم نفسه على أنه وزير الصدر وبالتالي هناك مواقف يتم إعلانها تعكس مزاج زعيم التيار الصدري السيد مقتد الصدر سياسيا هناك عدة لجان شكلها الإطار التنسيقي بهدف التواصل مع حزب تقدم هنا نتحدث ليس عن السيادة الذي يحوي رئيس مجلس النواب رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر رئيس المشروع العربي نتحدث عن نواية تحرك الإطار التنسيقي تجاه تقدم والعزم الذي يقوده مثنى السام الرائي مع بقية المستقلين مع الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا عدة لجان كل لجنة لديها ملف تتولاه التواصل مع القوى السنية أو التواصل مع القوى الكردية الهدف هو طبعا عملية تشكيل تحالف نيابي يمكن من خلاله للإطار التنسيقي باعتباره هو من بقي في الساحب بعد انسحاب الكتلة الصدرية وبالتالي هم يتولى مسؤولية أن يتواصل مع القوى السياسية لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء لكن حتى هذه اللحظة لم يحسم الملف داخل القوى الكردية لجهة المرشح لرئاسة الجمهورية الاتحاد الوطن الكردستاني مصمم على موقفه الديمقراطي الكردستاني مصمم على موقفه وإن كان هناك تواصل ما بين الحزبين لكن أحد المواقف التي صدرت من بعض المحسوبين على الإطار التنسيقي أن الإطار قد يذهب باتجاه تقديم الدعم لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية إن لم تنجح القوى الكردية في أن تقدم مرشحا واحد يكون توافقي ما بين الاتحاد الوطني ما بين الديمقراطي يكون مرضي عنه من قبل بقية القوى والفعاليات والأحزاب الكردية عند ذلك الحين يمكن الإطار التنسيقي أن يعلن بشكل صريح وواضح عن تحديد ملامح أو اسم أو يتبنى بشكل رسمي اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة دون أن يغلق الاتصال والتواصل مع زعيم التار الصدري السيد مقتداء الصدر طبعا حسب المعلومات هناك اللجاء المهمتها الإشراف على البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة التي منذ البداية كانت ميادين قد علمت بأن الإطار التنسيقي يركز على أن تكون حكومة خدمية وكما أشار رئيس تحارف العقد الوطني فالح الفياض قبل يومين في لقاء المتلفز أن النوايا هي حكومة قوية خدمية هناك تواصل مع القوى السياسية لأن تكون مشتركة فيها من أجل تجاوز هذه المرحلة مع بقاء طبعا كما ذكرنا قناة التواصل مع زائم التار الصدري السيد مقتد الصدر في سبيل وصول أو وضعه في الصورة العامة لشكل رئيس الحكومة المقبلة حتى وإن كان الصدر قد تزل السياسة ولم يتواصل لكن هناك حقيقة هي وجود قاعدة للتيار الصدري وهذه القاعدة عبره كما ذكرنا في بداية الرسالة هناك دعوات للاحتجاج للتظاهر للحراك هناك توتر بشكل أو بآخر يتم خلقه عبر هذه المنصات وطبعا الرد على هذه المنصات وبالتالي قادة الإطار يحاولون مع هذا التحرك الهادئ أن يكون بسلاسة وبسرعة وبإمكانية لأن يتم إنجاز كل ذلك خلال الشهر المقبل تسمية رئيس الوزراء بعد أن يتم تحديد من هو رئيس الجمهورية من الأحزاب الكردية شكرا لك عبدالله بدرام مدير مكتب الميادين في بغداد حدثتنا مباشرة من العاصمة العراقية حملت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسيرة سعدية مطر عمرها 68 عاما وهي أكبر الأسيرات سنا في سجن الدامون داعية الجهات الرسمية والفصائل إلى محاسبة الاحتلال على جريمته بدورها شددت جمعية واعد الأسرة على ضرورة أن لا تمر هذه الجريمة من دون حساب وإن هذه الجريمة لن تمر دون حساب ومن حق المقاومة أن تدافع عن أسراها وعن شعبنا الفلسطيني وسنعمل كل جهدنا من أجل تبيض السجون الصيونية من خلال اختطاف مزيد من الجرائم الصهاينة من الجنود الصهاينة ومبادلتهم عبر صفقات التبادل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة فتحت الشهية الإسرائيلية على أطماع ومطالب جديدة يأتي ذلك في ضوء الحديث عن تطوير مهم للعلاقات العلنية الإسرائيلية السعودية والدفع باتجاه صفقات أمنية مع المملكة أمال عريضة تعلقها إسرائيل على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في الثالث عشر من الشهر الحالي وكلما اقترب موعد حصولها توسعت دائرة التوظيف الإسرائيلي لها وزادت قائمة المطالم هل يمكن أن نخرج مع نهاية زيارة بايدن بإلاقات فعلية بين إسرائيل والسعودية؟ على إسرائيل أن تقرر ماذا تريد من الأمريكيين ومقابل تأييد الاتفاق النووي يجب أن نحصل على مقابل كاتفاقات أمنية أو تقدم في العلاقات مع السعودية أو قد نحصل على حلف وتنصيق أمنيين مع دول أخرى وبما أن الأطماع الإسرائيلية لا تقصر على الجانب السياسي والمعنوي بدأ الحديث عن تطلع إسرائيل إلى المال السعودي خلال الأسبوع المقبلة ستحاول إسرائيل الدفع باتجاه صفقة أمنية مع السعودية عبر بيعها منظومات دفاع جوي وخلال زيارة بايدن سيحاول المسؤولون الإسرائيليون تحريك نوع من حلف دفاعي إقليمي مشترك مع دول معتدلة في المنطقة زيارة بايدن للمنطقة من المفترض برأي المراقبين أن تعطي الشرعية لمنظومة الدفاع الجوي الإقليمية وللعلاقات العلنية الأولى بين إسرائيل والسعودية وهو الأمر الذي ألمح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بنت وذلك عندما تحدث عن أخبار جيدة قريبة للإسرائيليين وهي أخبار ستترجم برأي المراقبين في إطار شراكة هي الأولى على المستوى العلني بين إسرائيل والسعودية فاصل ونعود أهلا بكم من جديد قرر الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد تاركا حرية التصويت بنعم أو لا لأعضاء النقابات فالاتحاد فوض لكل العاملات والعاملين بالفكر والسعود ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والأهداف والنقابيات والنقابيين حرية معناها الإختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء هذا هو الموقف معناها النهائي اللي عبرت عليه لإدارية الوطنية بعض المسائل اللي كانت إيجابية فيما يتعلق بدستور 2014 فيما يتعلق بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي وحق الضراب ورغم بعض الهينات اللي فاها ولكن هناك بعض الهينات تتمثل في تكلس السلطة بيد واحدة في غياب معناها ذكر مدنية الدولة في التوازن بين السلطة هناك عديد الهينات اللي ارتقيناها اللي مش يزرها الاتحاد عن طريق المكتب التنفيذي الوطني للرأي العام للحديث أكثر مشاهدين عن هذه الدعوة من نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل معنا من العاصمة التونسية مراسلة الميادين سميحة البغانمي سميحة أهلا بك معنا إذن هذه دعوة لافتة وهامة من نور الدين الطبوبي بالرغم من بعض الانتقادات التي وجهها إلى الدستور الجديد ولكن أن يدعو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في هذا الاستفتاء إن كان بنعم أم لا فلهذا الموضوع خلفيات وأهمية ليس كذلك بالفعل عبد الرحمن موقف الاتحاد هو قدر الوضع واعتبر وترك حرية التسويت لقواعدي والاعتراف والمشاركة في الاستفتاء هو في حد ذاته اعتراف أولا بأهمية مرحلة الاستفتاء واعتبارها مرحلة وطنية أيضا هو مشاركة في الاستفتاء بما أنه يعتبر أن 25 جوليا ليس بالانقلاب وبالتالي هذا القرار هو مهم جدا لسيما أنه جاء بعد نقاش طويل يعني اجتماع اليوم استمر لستة ساعات وكانت هناك المواقف بين المؤيد والرفضة لهذا الدستور لسيما أنه حضر عدد كبير من خبراء الدستور وألقوا بقراءتهم في هذا الدستور وفي النهاية أجمع الاتحاد على ضرورة المشاركة في هذا الاستفتاء وترك الحرية للقواعد الاختيار وبالتالي يبدو أن المواقف بدأت تتوضح عبد الرحمن أيضا قبل قليل حركة الشعب أكدت أنها ستشارك في هذا الاستفتاء بنعم كذلك موقف حركة تونس إلى الأمام التحالف من أجل تونس الطيار الشعبي كل هذه الحزاب قررت المشاركة في هذا الاستفتاء بنعم والموقف الرافض الوحيد إلى حد هذه اللحظة بشكل رسمي هم حركة عازمون الذين أكدوا أنهم سيصوتون بلا في الدستور القادم أيضا خلال الأسبوع المقبل هناك عديد الندوات الصحفي الأحزاب السياسية والتي ستعلن عن مواقفها بشكل رسمي غدا أن عبد الرحمن تنطلق رسميا الحملة الوطنية الاستفتاء هذه الحملة التي ستكون فيها جولات داخل الجهات وكذلك في الولايات للتعريف بهذا الدستور وللتعريف بأهمية الاستفتاء كمرحلة وطنية مهمة للبلاد يعني تقريبا بدأ العد التنازلي لهذا الموعد التاريخي الهام الذي تنتظره تونس اليوم الدستور رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه حتى من الاتحاد العام التونسي لشغل الذي قال إن الاتحاد ربما كانت في بعض النقاط الإيجابية من ذلك الحقوق المدنية والحق النقابي والحق في الإضراب إلا أنه يتضمن بعض الخلل ودعا إلى ضرورة المشاركة في الحوار يعني الاتحاد لا زال يدعو إلى الحوار مجددا حتى بعد إزدار الدستور ولكنه دعا إلى حوار جدي وأن لا تكون نتائجه جاهزة خدمة وأعلاء لمصلحة البلاد ولكن كل ما يحصل الآن سميحة يؤشر كما ذكرت بأننا بدأنا بالمرحلة العكسية باتجاه الوصول إلى الموعد المنتظر في الخامس والعشرين من جويليا موعد الاستفتاء على هذا الدستور الجديد خاصة أنه بالأمس كان هناك تفاعل كبير إن كان من قبل الذين رحبوا بهذا الدستور الجديد والمسودة الجديدة أو المنتقدين لهذه المسودة الجديدة أليس كذلك؟ بالفعل عبد الرحمن ربما مستعات الأولى ومنذ صدور هذا الدستور بالرأد الرسمي بدأت المواقفات باعا هناك من رحب بهذا الدستور يعني تقريبا يمكن الحديث عن ثلاث مواقف الموقف الأول وهو جاء رافض لمسار 25 برمته من ذلك جبهة الخلاص وحركة النهضة وأحزاب الداعي للحملة إسقاط الاستفتاء أيضا كان هناك شقين داخل أطراف الداعمة لقيس سعيد هناك من أكد دعمه لهذا الدستور بشكل واضح وبدون أي تحفظات وهناك من أكد أنه سيدعم هذا الدستور وسيصوت بنعم ولكن عبر عن بعض التحفظات وبعض الإخلالات وكان هناك في الحقيقة نقد لبعض فصول هذا الدستور من ذلك الفصل الذي تحدث على أن الدستور سيدخل حيث التنفيذ مباشرة إثر الأعلان عن نتائج الرسمية للاستفتاء وهناك كان الجدل بحول ماذا لو تم لم ينجح هذا الاستفتاء يعني الدستور لم يطرح هذه الفرضية وهذا الفصل لاقل كثير من النقد داخل حتى الأطراف المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد شكرا جزيلا لك يا زميلة سميح البغان من مراسلة الميادين حدثتنا مباشرة من تونس المشهد الليبي إلى مزيد من الفوضى محتجون يقتحمون مبنى البرلمان في طبرق وكل الاستحقاقات الدستورية في البلاد في مهب الريح جراسيا بيطار لا سلطة واحدة في ليبيا لا قاعدة دستورية متفق عليها سلاح متفلت وطموحات في الرئاسة وغيرها هو وضع يظهر أن للفوضى الصوت الأعلى بالجرافة اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان في طبرق بشرق البلاد متهمين النواب بالخيانة وسارقة المال العام قد يكون انقطاع الكهرباء في صيف ليبي سببا مقنعا للتظاهر لكن الغضب أكبر بكثير غضب يطال الجميع هذه المرة على الأقل في الهتافات مللنا مللنا الشعب يريد إسقاط الحكومات في الليل والنهار تستمر الاحتجاجات في كل من بنغازي والبيضاء ومصراطة وغيرها من يملك الحل؟ خلاصة مفاوضات جناف كانت الفشلة كما كانت سابقاتها في القاهرة وغيرها وفي الداخل ارتفاع أصوات تطالب باستقالات جماعية من مجلسين نواب والدولة والبرلمان الموجود في الشرق يعين فتح باشاغا رئيسا لوزراء حكومة جديدة على الرغم من رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة التنحي عن المنصب عقم يقابله عقم وفي الأثناء تحاصر جماعات مسلحة في الشرق منشآت نفطية فينخفض إنتاج ليبيا من البترول إلى حده الأدنى نهب وفوضى وعدم استقرار وانتخابات نيابية ورئاسية في مهب الريح فهل الحل موجود أصلا أو لعله ممنوع؟ الأكيد أن الظلمة الليبية لا شيء واضح فيها سوى نار الفوضى قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إن أعمال الشغب والتخريب قاقتحام مقر مجلس النواب غير مقبولة على الإطلاق وليامز وفي تغريدة على تويتر شددت على أنه ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي مضيفة أنه من الضروري الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس أعلن الجيش الروسي تأمين قرية زولو تاريفكا مضيفا أنه في طريقه لإحكام السيطرة على مدينة ليستشتشانسك آخر معقل للقوات الأوكرانية في لوغانسك وزارة الدفاع الروسية أكدت سيطرة الجيش على مصفات النفط في ليستشتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا فيما أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية محاصرة أكثر من ألفين مقاتل أوكراني ومرتزق في ليستشتشانسك قال رئيس الشيشاني رمضان قاديروف أن القوات المتحالفة مع روسيا ولوغانسك الشعبية بدأت باقتحام مدينة ليستشانسك حيث يتحصن المرتزقة بعد إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة ليستشانسك لنا الأوحدات المتحالفة موجودة بالفعل في وسط المدينة والعدالة تنتصر لقد تم الإطباق وحصرهم في المصيضة بالكامل ليستشانسك محاصرة بالكامل تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بصياغة خطة طوارئ لمساعدة الدول الأعضاء في الاستغناء عن الطاقة الروسية وفي تصريحات خلال الاحتفال بتولي تشيكيا رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أشارت أرسولا فوندرلين إلى وجود توجه لتسريع تطوير الطاقة المتجددة على مستوى الكتلة الأوروبية يجب التنويع بعيدا عن الطاقة الروسية فأسعار الطاقة مرتفعة والمواطنون يتوقعون منا أن تحرك إزاء ذلك أشرت سابقا إلى وجود مبادرة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة والتحرر من الوقود المستورد من روسيا بأسعار عالية ونحن بالفعل نبحث عن جهات بديلة إلى جانب زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة واشنطن ترفع مستوى المساعدات العسكرية المقدمة لكييف نوعية المساعدات وتوقيتها يثيران العديد من الأسئلة حول الهدف الحقيقي منها ماذا تتضمن هذه الحزمة من المساعدات ولما قد تغير مجريات الميدان الأوكراني التفاصيل في التقرير التالي 820 مليون دولار هي قيمة حزمة المساعدات العسكرية التي خصصها البنتاجون لأوكرانيا من مخزونات الجيش الأمريكي نهاية شهر أيار مايو الماضي وبهذا تصل قيمة مساعدات واشنطن لكييف إلى نحو 7 مليارات دولار منذ بدء العملية الروسية الخاصة في الرابع والعشرين من شباط فبراير الماضي الحزمة الجديدة تشمل منظومتي ثواريخ نرويجيتين من طراز نيسيمس وهمارس ونحو 150 ألف قذيفة مدفعية من عيار 150 مليمترا وأربعة رادارات أهمية منظومة نيسيمس الصاروخية المتوسطة المدى تكمن في أنها مضادة للطائرات ومصممة للاشتباك مع أهداف جوية على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في جميع الظروف الجوية هي المنظومة المستخدمة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتل في واشنطن إذ يراوح مداها بين 55 و180 كيلومترا وتعمل على ارتفاع يصل إلى 16 كيلومترا وتحتوي كل بطارية من هذه المنظومة على 12 تقاضفة في كل منها 6 صواريخ أما هيمارس فمداها يبلغ ضعف مدى المدفعية التقليدية وتتميز بأنها عالية الحركة ولديها مدى ودقة متفوقان كما توفر ضربة أسرع من أنظمة الصواريخ السابقة هذه القدرات العسكرية متطورة جدا عما سبق أن دعمت به كييف من أسلحة وهو ما قد يدفع روسيا بدورها إلى استخدام أسلحة مختلفة في الميدان الأوكراني ويطرح العديد من الأسئلة حول الهدف الحقيقي من تزويد كييف بهذه الأسلحة فهل تكون هذه الخطوة الأمريكية مقدمة لتدخل الناتو في أوكرانيا بعد نحو خمسة أشهر من المعارك التي تتفوق فيها روسيا عسكريا بمراحل على الجيش الأوكراني ولسيما بعد الرؤية الاستراتيجية للحلف التي أعلنت أخيرا من مدريد قبل أسبوع على بدء مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفة بدأت مكة المكرمة وبيت الله الحرام باستقبال عشرات الآلاف من الحجاج الوافدين من كل دول العالم لتأدية الركن الخامس للإسلام بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة كورونا نحن نحمد ربي الحمد لله بعد غياب سنتين من الحج ومناسك العمرة كنا مستقين إلى بيت الله الحرام وإلى اللقاء بإخواننا من كل المسلمين ومن كل العرب في هذا البلد الطيب والسعودية إنها بلد مذياف وبلد طيب نشكرها على الترحاب وعلى التسهيلات التي تقوم بها لمساعدة كل الحجاج نشوف حجاج من أوروبا ومن أستراليا ومن أمريكا بيجون ويؤدون الحج والشعائر بمنتهى السلاسة وبمنتهى السهولة ويعني نشكر الله جدا مبسوط الحمد لله جدا يعني عندي شعور بالفرحة بالسعة وكأنه كان إنسان عرفت يعني داخل قفص وأطلقوا حريته يعني الحمد لله شعور متاز جدا وفرحة تغبر قبل بشكل لا يوصف كان فيروس كورونا قوي جدا أمام الخجاج وأمام المؤتمرين بشكل عام لكن الآن بعد أن انتهى هذا الموضوع الحمد لله يعني دخلنا إلى بيت الله الحرام وهم في سعادة وفرحة قوي جدا لا يبتعد أداء فريضة الحج للمسلمين في مكة المكرمة عن الكم الكبير الدروس والعبر الاجتماعية التي يستفيد منها المسلم دروس تطال السلوكيات ولا تنفصل عن المبادئ والقيم السامية للبشرية جمعاء محمد درويش هي فلسفة باسم الرحمن تحاكي آية الحج ومناسك الوحدة تطوف القلوب على أنغام التسبيحات لتهوية راتيلها عشقا عند البيت العطيق وتهيم بها أفئدة الوالهين بين الرقن والمقام فلسفة للقلوب هي ووحدة للحج والحجيج هي الإرادة التي تحملها الأفئدة للأجساد عظيمة هي الدروس والعبر المستقاط من أداء فريدة الحج تتجاوز كونها مجرد فريدة عادية يؤديها المسلمون هي دروس في الصبر على أداء الطاعات وتوحيد للقلوب والأرواح بين الناس هنا الجميع سواسية لا فرق بين فقير وغني ولا تمييزة في العرق أو الجنس أو اللون كلهم بلباس أبيض موحد في رحلتهم نحو الصفاء فلسفة الحج هي تلك المشاعر المقدسة التي تمد يدها للترفع عن الأحقاد والضغاء وتناسي الخصومة والعدوات وتطهر من التمرد والانحراف هي شد للنفوس نحو رحال التضحية والبذل والإحسان وجذب للقلوب للانسجام مع أجناس كثيرة جاءت لتردد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك وعند أبواب مكة تبعث المحبة وتتوحد مناسك الحجيج التي يذكر فيها اسم الله ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت الذي وضع رحمة للعالمين كأمة مترحمة في توادها وتعاطفها مثلها كمثل بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان ترأس وفدا مشتركا رفيع المستوى لمتابعة المحادثات مع كبار ممثلي طالبان في الدوحة أواخر الشهر الماضي ووفق الوزارة شمل الوفد ممثلين عن وزارتين الخارجية والخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث بحث الجانبان خطوات لبناء ثقة الدولية بالبنك المركزي الأفغاني وناقش المبعوث الأمريكي الخطوات نحو تطبيع العلاقات الأمريكية مع طالبان فيما جددت الأخيرة تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة لقي خمسة أشخاص حتفهم من جراء زلزال ضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران الزلزال الذي بلغت قوته ستة درجات على مقياس ريختر أدى أيضا إلى جرح تسعة عشر شخصا وبحسب المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي ضرب الزلزال منطقة تقع على بعد مئة كيلومتر جنوب غرب ميناء بندر عباس احتجاجا على مقتل ثلاثة وعشرين مهاجرا عند جيبي مليلا عند الحدود بين المغرب وإسبانيا خرجت تظاهرات في عدة مدن إسبانية وتجمع العشرات في بارشلونة ومالكا وفيغو وكذلك في مليلا حيث وقعت المأساة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وحمل بعضهم لافتات كتب عليها حياة السود مهمة باللغة الإسبانية وندد هؤلاء بسياسة الهجرة المتجسدة بوحشية الشرطة وعسكرة الحدود سلام يا مهدي النسخة العربية من الأنشودة الإيرانية الدينية الوجدانية سلام فارماندي آلاف الأطفال في لبنان اجتمعوا في أكثر من منطقة لأداء هذه الأنشودة التي ترجمت إلى عدة لغات في العالم وتحولت إلى ظاهرة فنية عبدالله شمس الدين لم تكت تخرج هذه المشودة الإيرانية إلى العلن حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بملايين المشاهدات سلام فارماندي والتي تتوجه في كلماتها إلى الإمام المهدي الإمام الثاني عشر لدى المسلمين الشيعة ما لبثت أن ترجمت إلى العديد من اللغات في العالم ومنها العربية فخرجت إنشودة سلام يا مهدي بكلماتها الوجدانية ذات الطابع الديني التي تحاكي القلب والعقل وبموسيقاها الجميلة التي تحاكي الروح وبمنشديها الأطفال الذين صبغوها ببراءتهم جاءت النسخة العربية لتضيف لها بعدا نضاليا جهاديا الألاف من أطفال لبنان كانوا على موعد مع تسجيل هذه الأغلية في أكثر من موقع بينهم الكثير من أبناء الشهداء أنشدوها بدموعهم شوقا لآبائهم الشهداء هي الروح تلك التي تصوغ الكلمات وتحييها بموسيقى الحياة فتخرج من أفواه أطفال الأمة تحية للقائد وسلاما للمنتظر مع بدء الإجازات الصيفية والانقطاع المستمر للكهرباء يهرب الآلاف من سكان قطاع غزة من حر الصيف الشديد إلى شاطئ بحر غزة عبد الكريم عودة دبت أولاد أولاد أحفادي أولاد أولادي كلهم قيني شمو الهواء ما فيش منفس غير البحر مش اليوم هذك زمان زمان البحر غزة ومعروف بحر غزة البحر الأبيض المتوسط وهذا كله في شدة الحر وفيش كهرب إحنا في معابر طلعة برة بتلاقي أغلب الناس السافر طوحوا تيجي مدى طوحوا مصر طوحوا العريش تروحوا الأردن السافر بقى لوحوا البحر الميت الواحد على ريحة يشملها ولكن اليوم كلها مقفلة فش منفس إلا البحر اليوم البحر بفنزد على قلب الواحد قلب الشباب معيك شايف الشباب قديس ما شاء الله فيش لا روح ولا زي هيك مقفل وهيك مقفل وكلهم بيدي بشمو الهواء على البحر هامل بلزوا عن قلوبهم يعني ما فيش أي حالي كله بيدي على البحر بهربة وين بدي يروح لا فيه قبلي كفاتح ولا فيه شمال فتح ولا فيه سرقفات المنفس الوحيد لأهل غزة شرط البحر في الصيف طبعا فإحنا كشباب منستغل هذا الوضع لنبيع ونترزق ونعيل حيالنا ونعيل عائلاتنا وأنا كطالب جامع يعني مصروف الجامعة هذا مصروف يعني كبير فمن البيع بأدروس جامعة أول ما خلصت مدحانات أجاد أغير جو وما في منتزة ولا ألعاب فكمان في ألبيد قطعت الكهرباء طول الوقت وحبنا أن يجي على البحر انبسطنا نشوفنا نروح مع عائلتنا مع صحباتنا ونغير جوه ونشوف البحر ونسبح إلى العنوين عبد الله ينفي دمشق بعد زيارة لأنقرة ويؤكد أن أحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارته انتهاء اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت وأبو الغيط يتحدث عن رغبة خليجية لرأب الصدع مع لبنان حرية معناها الاختيار معناها والإقبال معناها على يوم الاستفتاء الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ويترك حرية التصويت لأعضاء النقابات الجيش الروسي يؤمن مدينة زولوطاريفكا ويقترب من السيطرة الكاملة على لوغانسك للمزيد من الأخبار والتقارير المشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر